حسمت حد العاصمة أمس بنسبة كبيرة لقب البطول الوطنية بعد فوزه بهدفين دون مقابل أمام مضيفه شباب الفكرون الذي وضع قدما في درجة ثانية رفقة شبيبة بجيالة سقطت برباعية فوق أرضية ميدانها أمام شبيبة الصورة شباب بلوزاد كان المستفيد الأكبر من المرحلة الخمس والعشرين بعد فوزه بهدفين مقابل هدف أمام شباب قسنطين الذي ضيع كل شيء هذا الموسم مولودية هران اقتربت بدورها من ضمان البقاء بعد تفوقها بهدف دون مقابل أمام مولودية العلماء فيما عاد النسر سطيفي بثلاث نقاط ثمينة على ضيفه مولودية بيجاية والتي انتهت بثلاثة أهداف لهدفين وهو نفس الحال بالنسبة لاتحاد الحراش الذي يطاح بجمعية شلف عقر ضرها بهدف يتيم في حين كان قد فاز مولودية الجزائر بهدف لسفر بمنعب أمر حمادي ببلوغين أمام أهل البرج وانهزم شبيبة القبائل بأربعة أهداف لثلاثة أمام أمل أربعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر